على صالة نادي النجم الفريق الذي استضاف بطولة بنغازي النسائية لكرة القدم اختتمت المسابقة بفوز عسير لبنات مدرسة ابن الهيثم على نظيراتهن من مدرسة وصول العلم حيث توجنا برمز الكأس فيما وسمى للفريق الثاني بكأس الوصيفة المشاكة كانت فعالة وكانت ناشحة نشكل اتحاد الفائع بنغازي كرة القدم على توفيع الحكام وتوفيع الامكانيات نشكل اتحاد النساء القائم على هذه الدواء ونشكل مكتب النشاط بنغازي ونشكل نادي النجمة كذلك على استضافة البطولة ونتمنى ان يكون خلال الايام القادمة التجمعات للبنات الشاكم في البطولة بحيث ان نختار منها منتخب بنغازي ونشاكم بها المستوى ليبيا بإذن واحدنا مشاركة حلوة وجميلة وحتى لو انك سنة ستكون في روح رياضية ونتطلب ان الفريق الثاني هو ما يوقفش يتدرب وحيتقدم ان شاء الله ثلاثة ايام دامت فيها المواجهة بين خمسة مدارس ضمن النشاط الرياضي بنغازي وبتعاون من الاتحادين الفرعي بالمدينة والنساء لكرة القدم حيث كانت المبارة الختامية من اصعب اللقاءات بفوز ابن الهيتم بركلات الترجيح تمكننا من الفوز ونشكر طبعا لستيد مصطفى الفيتوري على اهتمامه بالفريق القدم وكاننا الحمد لله يعني فزنا وكانت الفرحة ما ساعتنا كنا ناو طليباتي مجهودات كان قليلة وامكانيات قليلة لكن الحمد لله تمكننا من الفوز سعي دؤوب للارتقاء برياضة السيدات وحجز مكان لهنى ضمن طموحات رائدة رغم كل ما ينقذ من امكانات ورغم الظروف فلا شيء يقف امام العزائم والاسرار ترجمة نانسي قنقر